السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيكون حديث إليكم في هذا المجلس عن النصيحة وآدابها وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك أن الحديث في هذا الموضوع ذو أهمية بالغة ذلك لأنه ما منا إلا وهو بحاجة إلى هذه النصيحة لأن العبادة خطأون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين وخير الخطائين التوابون فنحن بأمس الحاجة إلى أن ينصح بعضنا بعضا ويأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر وليذلك قال الله جل وعلا في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقبله تعالى وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق وتعد النصيحة من أعظم العبادات وأجل القربات ولذلك مدح الله جل وعلا هذه الأمة بذلك قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فبيّن الله تعالى في هذه الآية بأنها ما نالت هذه الخيرية إلا بهذه الأوصاف العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله جل وعلا ولهذا أمرنا جل وعلا في آيات عدة بأن تأمر بأن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ووصف الله تعالى المؤمنين بذلك قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقد لعن الله جل وعلا أمما لتتناصح فيما بينها لأنه لا خير في أمة لتتناصح فيما بينها قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فأخبر الله تعالى في هذه الآيات بأنه لعن هؤلاء لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وكانوا لا ينصحوا بعضهم بعضا وهاكذا نحن عباد الله إذا تركنا هذه النصيحة فإن الله جل وعلا سيسخط علينا وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أهمية النصيحة فقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله أي لمن تكون هذه النصيحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أي لدين الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فتأملوا عباد الله في هذا الحديث كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله مجتمعا في النصيحة وروا البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة أي لولاة الأمور قال والنصح لكل مسلم فلأهمية النصيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على ذلك وروا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك أي لوليمة ونحو ذلك فأجبه وإذا استنصحك أي طلب منك النصيحة فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مارض فعده وإذا مات فاتبعه فكل هذه النصوص إخواني تدل على أهمية النصيحة وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن ينبغي أن نعلم عباد الله بأن النصيحة لها أدابها بل ولها شروطها إذا لم تراع هذه الأداب والشروط فإنها قد تضر ولا تنفع ولذلك كان لزاما على المسلم أن يقف على ذلك أولا من أداب النصيحة الإخلاص لله تعالى لأن النصيحة عبادة وكل عبادة تفتقر إلى إخلاص ولهذا قال تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين فينبغي للعبد وهو ينصح لغيره أن يفعل ذلك عبادة لله وتقربا إلى الله وطلبا للثواب من الله جل وعلا أما الأمر الثاني فينبغي أن تكون النصيحة قائمة ومبناها على محبة الخير للناس ولذلك عرفت النصيحة بقولهم هي إرادة الخير للمنصوح إذن فينبغي أن يكون النصيحة ما يدفعه للنصيحة هو حبه للخير للناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولذلك من تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام رأى بأنه عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس محبة للخير لغيره ولذلك قال الله جن وعلا كما في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي بالقرآن أسفا ومعنى هذه الآية قبل أن يترجم المترجم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله جل وعلا ولم يستجيبوا له بل أصروا على كفرهم وشركهم كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه على ذلك وأسفه على ذلك كان يكاد أن يهلك نفسه بهذا الحزن والأسف فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية لذلك في سورة الْكَفِ اللَّهِ يقولوني ولذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل أتى عليك أي هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد وتعلمون عباد الله أن يوم أحد كان شديدا جدا على رسول الله لأنه قتل فيه الكثير من أصحاب رسول الله وعلى رأسهم عمه حمزة بن عبد المطالب رضي الله عن الصحابة جميعا فيوم أحد كان شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة رضي الله عنها تظن بأنه لم يمر يوم أشد على النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اليوم فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد مر عليه ما هو أشد من ذلك فحدثها النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه إلى الطائف لدعوتهم وطائف هي مدينة تبعد عن مكة بسبعين كيلومتر تقريبا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر خرج لدعوتهم إلى الإسلام فلما وصل إلى الطائف وجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أذية شديدة فسبوه عليه الصلاة والسلام بل وضربوه عليه الصلاة والسلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم مهموما مغموما قال عليه الصلاة والسلام فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وقرن الثعالب هو مكان بين مكة والطائف فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان قال فنظرت فإذا سحابة فوق رأسي قال فإذا جبريل فيها فقال له جبريل عليه السلام يا محمد إن ربك قد سمع ما رد به قومك عليك وإنه قد بعث إليك بملك الجبال أن تأمره بمشئت قال عليه الصلاة والسلام فسلم عليك ملك الجبال فسلم علي ملك الجبال وقال لي يا محمد إن الله قد سمع ما رد به قومك عليك وإنه أرسلني إليك لتأمرني بما شئت فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فعلت والأخشبان جبلان عظيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فيظهر من هذه القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو غيره وينصح غيره والذي يدفعه إلى ذلك هو محبة الخير للناس ولذلك ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل الدوسي وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا كفارت وأبت ودوس هي قبيلة من القبائل العربية بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ليدعوهم إلى الإسلام فأبوا أن يسلموا وبقوا على كفرهم فلما رجعوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما سبق إن دوسا كفارت وأبت أن تسلم ثم قالوا له فادعوا عليهم أن يدعوا عليهم بالهلاك والعذاب يقول الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأبو هريرة أيضا دوسي من هذه القبيلة قال فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم فقال النبي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم أهدي دوسا وأتي بهم أي إلى الإسلام فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية ولم يدعو عليهم بالشر والعذاب والنكال أيضا من أداب النصيحة الصبر على المنصوح فإذا نصحت شخصا ما أو جهة ما فعليك أن تتحلى بالصبر عليه وتصبر أيضا على أذاه ولذلك مكث نوح عليه الصلاة والسلام قرابة عشرة قرون وهو يدعو قومه إلى الله جل وعلا وينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولذلك جاء في سورة نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم وتأمل في جملة لتغفر لهم فهو يدعوهم وينصحهم وهو يحب لهم الخير ويحب أن يغفر لهم ولهذا قال وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إسرارا فتأملوا إلى صبر نوح عليه الصلاة والسلام كيف كان يصبر مع من يدعوه وينصحه أيضا من أهم شروط النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العلم فلا يجوز للمسلم أن يتصدر النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو جاهل لأن الجاهل قد يأمر بالمنكر يظنه معروفا وقد ينهى عن المنكر وقد ينهى عن المعروف نعم يظنه منكر ولهذا فمن شرط النصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا العلم ولهذا قال الله تعالى كما في آخر سورة النحل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو قبل ذلك يعني لا بأس أن أذكر دليلا آخر على ذلك من أدلة اشتراط العلم جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعد أخاه في الحياة أن ينهاه عن الحياة بمعنى أن أخاه كان شخصا حييا يعني صاحب حياء فنهاه أخوه فنهاه أخوه عن هذا الحياة وجعل يقول له إن الحياء قد أضر بك إلى آخر ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء كله خير فتأملوا كيف نهى هذا الرجل أخاه عن الحياة مع أن الحياء كله خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من شروط النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التأكد والتحقق من وقوع المنكر وليهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالركعتين حتى تحقق من أنه لم يفعلهما أيضا من أهم وأعظم الأداب في هذا الباب إحسان الظن بالناس والاعتذار للناس فالذي ينصح الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فعليه أن يتحل بهذا الأدب الرفيع قال الله تعالى كما في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث فعلى الذي يتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للناس أن يكون محسنا لظنه بالناس ويحرص أن يعتذر للناس متى وجد لذلك سبيلا ولذلك من أعجب يعني ما روية عن سلفنا الصالح في هذا الباب أن رجلا من السلف المتقدمين قالت له زوجته ما رأيت قوما الأمم إخوانك الأمم اللؤم والبخل ونحو ذلك قال لها لماذاك قالت أراهم إذا أيسرت أي كنت في يسر وكان لك مال لزيموك يعني أتوك وزاروك إلى آخره وإذا أعصرت اجسرت في عسر وليس لك مال تركوك فيظهر من حال إخوانه أنهم كانوا أصحاب مصالح فإذا رأوا مصلحة في أخيه أتوه وإلا تركوه ولكن تأملوا كيف حمل موقفهم هذا على أحسن المحامل وأحسن الظن بهم فقال هذا والله من كرم أخلاقهم قال يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم فهكذا كانت أخلاق سلفنا رحمة الله عليهم أيضا من أهم أدب النصيحة وشروطها أن تكون في سر دون الإعلان عن ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ومن نصحه علانية فقد فضحه ولذلك صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها على نية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فبها ونعمة وإن لم يقبل منه كان قد أدى الذي عليه وإن كان وإن لم يقبل منه والنهي عن المنكر اللين والرفق والحكمة ولذلك قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون إذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ولذلك وصف الله نبيه في كتابه بهذا اللين والرفق والرحمة قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وروا البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وروا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله فهذه بعض الأداب المهمة التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في نصحه للناس وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى يكون لنصحه الأثر الطيب والفائدة المرجوة نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والله تعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك خير إن شاء الله وإلا ناته بالأسئلة نعم أو رعب العيشة شيخ